لان انت مش محتاج تشتغل معاهم كتير بدليل ان الراجل لما جاي لعب السوبر عمل ايه؟ ادههم راح عشرة ايام ومدخلش العناصر اللي كانت جديدة عادهم احتياط ونزلهم في جزء لان هم مش محتاج يشتغل تاكتك كتير لان هم عارفين تاكتك بتاعه هي كانت المشكلة في البدني وانا كنت بسرعة استغربت المدة عشرة ايام ولما جيت سألت لقيت انه مدههمش سلبي ادههم ايجابي يعني اده لكل واحد تامريم وممكن اشتغله لكن ده ما يجيبش الاقل البدنية كافية عشان كده الراجل لو جيت تركز هتلاقي في مطش كان على طول بدافع بيلعب على المرتدات مع الوقت هيبقى البدن بتاعه احسن الراجل على فكرة زكي جدا وفي ناس قتلك ليه لعشرة ايام الراجل ما كانش بصص للصوبر على فكرة ومش بصص للصوبر ده خالص ولا يفرق معاه بجنيه هو راجل بدي الاستشفى ايه عشان هو كمان داخل الدور التمهيدي في دول الابطال فهيلعب والدور التمهيدي بالنسبة له برضو هيلعب مع فرق اقل هو عايز يطلع باليقل بدانية واحدة واحدة عشان ما تقعش ما بقاش في العضلات تتحرق من كتر الشغل والهلك بتاع العضلة تتحرق منك فكاللازم يدي راحة اشتغل بها سنة فما كانش بصص للصوبر